مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحلقة جديدة من برنامج لوجه الله غدا يوم التروية وفيه يملو بقاع منا الضياض من كل جانب وكأن الأرض تكتسي بملائكة ضيض الثياب كاللؤلؤ المنثور يوم التروية فيه تبدو أعمال الحج من منا فهي مبتدأ الحجيج ومنتهاهم ومن لم يحسن البداية من يوم التروية ارتبك طوال نسق الحج لأن حسن البدايات من حسن النهايات ومن ذات مكانة تاريخية ودينية بها رمى نبي الله إبراهيم عليه السلام الجمار وذبح فدى إسماعيل عليه السلام ويقال أن سيدنا آدم عليه السلام تمنى الجنة بمنا وهذه البقعة من البلد الحرام تحدث فيها معظم شعائر الحج من تروية وجمرات وذبح للهدي ومعنى التروية يصلح لنا وللحجيج فكلما ارتويت من العبادة يوم الثامن رقق قلبك يوم التاسع حيث العطق من النار والوقوف بعرفة فعيشوا يوم التروية بقلوبكم تجدوا حلوته ولو كنتم في بيوتكم مشاهدين الكرام يسعدني أن أكون بصحبة فضيلة الشيخ الدكتور سلام عبد القوي أهلا بفضلتكم أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ عنوان مقدمة اليوم غدا يوم التروية في ميناء فهي مبتدأ الحجيج ومنتهاهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد مناسك الحج عبادات يتقرب بها العباد إلى الله تبارك وتعالى وخاصة الحجاج وكما قلنا سابقا أن أنواع الحج أن الحاج بينوي إما مقر أو متمتع أو مفرد وأعمال العمرة تنتهي بمجرد وصول الحاج المتمتع أو المقرن إلى مكة ويبقى على إحرامه لو كان مقرنا أو مفردا ويتحلل من إحرامه لو كان متمتعا المتمتع يحرم مرة أخرى يوم التروية عشان تبدأ بقى مناسك الحج يحرم من حيث يسكن من حيث يسكن أو من ميناء نفسها حتى لو أحرم من ميناء فكله صحيح لأنه هو هيبقى في الحالة دي بيسكن في مكة نعم فإحرامه من مكة جائز وإحرامه من ميناء جائز المقرن والمفرد كده كده هم محرمين ولم يتحلل من إحرامهما وبعدين بعد كده تبدأ مناسك الحج بيوم التروية يوم التروية ليس ركنا من أركان الحج بل إدراكه في ميناء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنة يعني الناس تحافظ عليها مش سنة يعني نهملها لا فعايزين إخوانا وأخواتنا وأبائنا ومهاتنا الحجاج ربنا يتقبل منكم جميعا تجتهدوا في اغتنام كل خطوة النبي صلى الله عليه وسلم كم بيخطو بها مونك قدر استطاعاتكم يعني كل لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فتبدأ مشاعر أو مناسك الحج بميناء وميناء منطقة تبعد جغرافيا يعني عن مكة المكرمة تقريبا ما يساوي أربعة أو خمسة كيلو يعني الحجاج لما بيمشوها بيمشوها تقريبا في ساعة أو ساعة إلا دقائق وبيصلوا الفجر في مكة يوم تمانية فجر يوم تمانية ثم ينطلقوا إلى ميناء يوصلوا هناك كده يعني إيه على الساعة تسعة أو تمانية على حسب بقى يعني حركة كل واحد ويبقوا في ميناء يصلوا الضهر والعصر والمغرب والعشة وفجر يوم تسعة يعني يعدوا لحد فجر يوم تسعة الصلاة الرباعية يصلوها ركعتين اتنين بس قصر بدون جمع يعني الضهر ركعتين في معاده ونستنى العصر يأزن ركعتين في معاده المغرب تلت ركعات لأنها ليست رباعية والعشة أربع ركعات في معادها ثم يبيت ليلتهم وبعد صلاة الصبح في ميناء يوم تسعة ينطلقوا إلى عرفة وسمي هذا اليوم بيوم التروية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلم الصحابة وبيعلمنا الحج علمنا كمان إدارة مناسك الحج فهتلاقوا دايما الأماكن دي مرتبطة شوية بالإدارة الأماكن يعني بالدعم المعنوي والمادي الذي يقدم للحجاج فكان النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما رايحين عرفة وهيقعدوا في عرفة يوم كامل يحتاجينها الشراب والمكان في عرفة مش مجهز لأنه بيروحوا فيه مرة في السنة طول السنة فاضي هو مكان غير معمور أيها بالدعم هو غير معمور أصلا صحرة كده نعم فياخدوا معاهم يروحوا بقى منا يفضلوا طول اليوم بتاع منا ده طول اليوم قاعدين بيجاهزوا المية اللي هياخدوها معاهم وهم رايحين عرفة نعم يستخدموها في عرفة نعم في مزدلفة محطة قصيرة ويدركوها ليلا فمش محتاجين كمية المية الكتير نعم اللي هيستهلكوها في عرفة لأنه هينزلوا من عرفة بالليل بعد المغرب ويروحوا مزدلفة يباتوا فيها ويصبحوا الصبح يروحوا مينة تاني لرمي الجامرات فهي يعني مزدلفة محطة بسيطة كده نعم وهيدركوها ليلا ومعظم الوقت فيها نيام نعم فاحتياجهم للمية في مينة وفي عرفة نعم فكان يوم مينة ده يوم التروية يوم تحضير الماء لللي نعم ثم يأخذوا معاهم في عرفة وينزلوا بعد كده من عرفة إلى مزدلفة فكان النبي في مزدلفة بقى يبعت الشباب يسبقوه على مينة يبعتهم بالليل ما يباتوش في مزدلفة نعم يقول لهم يسبقونا بقى على مينة حضرونا بقى الخيام والماء هناك عشان خاطر الناس هتيجي تاني يوم على ايه نعم على مينة وهتوعد في مينة فترة طويلة فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وهو بيعلمنا مناسك الحج بيعلمنا كمان إدارة هذه المناسك صلى الله عليه وسلم فيوم التروية هو يوم تبدأ فيه أعمال الحج الذي تبدأ باليوم الثامن وتستمره إلى يوم التاسع اللي هو يوم عرفة وبعد كده يوم عشرة يوم عرفة ده يوم مختلف عن بقية أيام السنة هو الركن الأعظم هو الركن الأعظم وبقول له هذاك مختلف حتى من حيث الميقات بتاعه اللي هو المدة يعني بتاعته عن بقية أيام السنة أو من شيء تفقول من يوم تمانية ليوم تسعة عشرة إحداشر إتناشر الخمسة يوم دول تحس أنه هم حزمة واحدة مرتبطين ببعض من أول يوم التروية من أول يوم التروية عرفة اليوم النحر بس يوم عرفة بالذات له خصوصية لأنه الحج عرفة فمعنى ذلك احنا قلنا دلوقتي الحجاج بيطلع يوم تروية يوم تمانية يوم تسعة الصبح بعد صلاة الفجر في ميناء يروحوا على عرفة والمسافة تقريبا من ميناء عرفة حوالي سبعة كيلو تقريبا اللي بيوصلوا عرفة مع يعني قرب الظهر كده بيعودوا في عرفة هنا بقى يبدأ الحج أول ما تحط رجلك في عرفة أنت كده أدركت الحج وعرفة حضرتك منطقة وليست جبلا كما لا لا ليست جبلا كما هو يشاع في الصورة دائما لا ده منطقة كبيرة جدا مترامة طيار الإطراف واسعة شاسعة يعني يبدأ عرفة بمجرد دخول فجر يوم عرفة يبدأ وقت عرفة يبدأ يوم ايه فجر يوم عرفة فجر يوم عرفة يعني اللي هيدقول عرفة قبل فجر يوم تسعة لم ما حسبوش حج نعم يبقى بدأ متى فجر يوم ايه يوم عرفة يوم تسعة فجر يوم تسعة نعم بعد يبقى ينتهي اليوم ده امتى مفروض على المغرب أيوة الحجاج بينفروا المغرب صح نعم لو حد بقى من الحجاج أدركه عرفة بالليل بعد المغرب بعد العشاء بالليل خالص صح حجه يعني لم يذهب إلى عرفة إلا بعد العشاء إلا بعد العشاء يوم التاسعة صح حجه صح حجه شفت بقى ليه بقى لأن يوم عرفة يبدأ من فجر يوم تسعة وينتهي امتى فجر يوم عشرة كل ده اسمه يوم عرفة كل يوم 24 ساعة 24 ساعة بس 24 ساعة منين من الفجر إلى الفجر لأن اليوم عندنا بيبدأ من المغرب إحنا الليل الأول وبعد كده النهار يوم العبادة يعني اليوم العادي اللي هو في عرف الناس الليلة ليلة عشرة الليلة حدا يعني الليل بيجي الأول وبعد كده النهار إلا في عرفة النهار الأول وبعد كده الليل طب لما اليوم ده اختلأ أو اختلف موعيدهم بدأ من يوم من فجر يوم عرفة ماينفعش حد ييجي من بعد مغرب يوم تمانية يقول لك أنا رايح عرفة في شركات بتنظم الحجات كده طبا ممكن حضرتك انه هو يذهب قبل يوم التاسع ويمكس في عرفة الى ان يأتي عليه فجر يوم التاسع يمكس لكن ما ينفعش واحد يروح قبل فجر يوم تسعة ويمشي ويقول انا كده حجيت ولكن ممكن يروح قبل المغرب يوعد ان شاء الله يوعد تاني يوم مش مشكلة بس العكس بقى صحيح انك يوم تسعة بعد المغرب الحجاج نزلين من عرفة لو حد جيه بالليل وعرفة فضية لحد فجر تاني يوم اللي هو يوم عشرة تحسب له حجة شفت بقى الليل هنا دخل امتى طب وبناء عليه طبعا الحجاج بقيت الحجاج في مزدلفة فبينفروا من عرفة الى مزدلفة النبي صلى الله عليه وسلم لما نفر من الحج النبي عمل كده قعد في ميناء واتحرك منها يوم تسعة بعد الفجر الى عرفة ومن عرفة بعد المغرب ام نازل على مزدلفة وهو نايم في مزدلفة جيه واحد صحاء قبل الفجر قال له يا رسول الله ادركت عرفة ليلا يعني ما جيتش عرفة معكم بالنهار قال يعني اتقبل لي قال نعم قال له النبي نعم حجك صحيح ومن هنا اخذ العلماء ان يوم عرفة من الفجر للفجر كل دا اسمه يوم عرفة ويبدأ بقى ايه المرور بمزدلفة بالليل مع صلاة المغرب والعشاء طبعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة رغم انهم في ميناء صلوه قصر بس ما صلوهش جمع في عرفة جمع وقصر وبمغرب العشاء صلىها جمعا وقصرا في مزدلفة في مزدلفة بعد ما نزل من ميناء يعني جمع تأخير جمع تأخير في المزدلفة وبعدين بعد كده باتوا ليلتهم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح في مزدلفة ثم اتجه النبي صلى الله عليه وسلم لرمي الجمرة الكبرى وهي موجودة في ميناء ميناء اللي فيها الجمارات الكبرى التلاتة وهي عبارة عن جمرة كبرى يعني طبعا هذا الكلام انشرحه بالتفسير حضرتك يوم عرفة ان شاء الله يوم الجمعة ان شاء الله تعالى هناك حلقة خاصة ان شاء الله ستكون على الهواء مباشرة يوم الجمعة